السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصفتنا ان هاليوم هي كيك المل عجيب مع كريمة بزاف برنا و الكيك هذا يجي اخفيف و مقادر بسيطة و طريقة تحضير ثاني سهلة مباشرة ونشوفو المقادر و طريقة التحضير في غي سيبيون دير زوج بيضات كاملين ونزيد عليهم كاستاي سكر نطلع هذاك السكر و البيض بالباتور اذا كان كاين و اذا ما كانش عادي تقدروا تطلعوه بالفوي حتى نضبلكم السكر ويرجع الخليط شوي بيض بعدها نزيد عليهم كاستاي زيت من نفس الكاس اللي قصد بيها السكر نخلط شوي هذاك الزيت والحليب والبيض حولي ثواني برك ونزيد عليهم ثاني من نفس الكاس اللي قصد بيه السكر والزيت كاستاي حليب نخلط شوي هذاك الحليب مع البيض والسكر والزيت بعدها نزيد عليهم الفارينة بالنسبة للفارينة نقدر تزوج كيسان فارينة من نفس القيس نتعى الكاس اللي قصد بيه الحليب والسكر والزيت نزيد عليهم شكارة لفاني وشكارة اخميرة نخلط درك هذيك الفارينة مع السوائل وفي الوقت هذا انا راني مشاعل الفرن الى 170 دراجة مشاعل عليهم من الفوق ومن تحت ونخليه يسخن وهذا هو الخليط اللي نتحصل عليه ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش خفيف بزاف وهذا هو المول اللي راح ندير فيه انا كنت درت له الفارينة واعفوا ان ندهنته بالزبدة ورشيته بالفارينة وبالنسبة للشكل انتعى المول راكاين اللي عندهم المول ما يكون شبرك في هذا الشرشيف يعني تكون القاعدة هذيك اللي التحت تكون مرفوعة شوية هذا هو القوام انتعى الخليط درك هنديرو هنا في المول بعد ما نديرو في المول نخبط شوية هذك المول سيخرجوا لهذوك الفقاعات اللي يكونوا في الخليط اما بالنسبة للمدة الطهي انتعوا راح يتديلكم من 15 دقيقة لعشرين دقيقة لأكثر شاعلوا في نفس الوقت من تحت ومن الفوق غير تشوفوا الطبقة الفوقانية بهذا الشكل يعني صفارة ولا احمارة اللون اللي حبيتوه اتكتوا بالموس ولا كوردون باللي راح نشوف الداخل وخرجوه انا بعد ما خرجت وقلبتو هذا هو الشكل انتعوا اما ذنو كان وجدو الكريمة ندرت زوج مغار في كبار السكر مغرف كبيرة فارينة ومغرف كبيرة مايزينة ولنشا ونزيد عليهم كيسلافاني ونزيد عليهم حوالي مئتين وثلاثين ميلي لتر انتعوا حليب نخلط قبل هذك الحليب اللي درتوه مع الفاني والمايزينة والفارينة والسكر هكذا باش هذيك المايزينة الدوبلي كامل قبل ما نديها للنار نديهم فوق النار ومن نحيش يديه وننخلط وحاولوا تخلطوا حتين القاعان تاع الكاسرون انتعكم اكذا باش المايزينة مطهبة كمش للتحت وتتحرق لكم هكذا يبدأ يعقد لي هذك الخاليط بعد ما يعقد لي نطفي عليه ونزيد عليه قطعة صغيرة انتع زبدة حاولي مغرف صغيرة انتعاتي وهو سخون نذوب هذيك الزبدة وفي الخاليط نعود لكم باللي المايزينة خلطوها قبل ما تدوها للنار وكي تدو للنار الكاسرون لتاعكم خلطوها ما تحبسوش حتين يعقد الخاليط بعدها الخاليط هو سخون هذا هو القاوام نتاعو ذوكا نفرغو فوق هذيك الكيكاء هو سخون ما رحش نخليه برد مرة بهذا الشكل دروكا نوزع هذك الكريمة على الكيك من فوق بلا ما نخرج الكريمة من فوق الحاشية انتع الكيك وهنا راكم شوفتو الكريمة راح يسخونة والكيك راح بارد يعني بعد ما خرجتوه من الفرن وقلبتو خليتو ابرد تماما في الوقت اللي كونتو نوجد انا في الكريمة هكذا بعد ما نوزع ذركه هنا انا نخلي الكيك برا ما ندخلوش لثلاجان خلي حوالي ربع دقائق خمس دقائق بعد ما ندروه صبوعكم الفوق تلقوا الكريمة هذيك نشفت في الوقت هذا نجي نزينو نجيب ثلاث مغارف كبار من جوز الهند وبيدي كيما راكم تشوفوني نمشي في جوز الهند على كامل الكريمة من فوق الكريمة هذي عليها تخلوها تبرد باش تديرو عليها جوز الهند لانو لك اندرتو الكريمة وهي سخونة جوز الهند هذيك راح يتشمخ ومارح شيبان لكم لها ذا خلوها البرام تديروها شفت ثلاجة خلوها ثلاثة عفونا ربع دقائق حتى الخمسة تلقوها نشفت بعدها تديرو عليها جوز الهند وجوز الهند راكم شتورا ندير فيه في القاعدة بارك ولا فوق الكريمة بارك اللي درتها بلا ما نخرج الحشية الفوق انتع الكيك هكذا بعد ما درت هذيك الطبقة ان تعجوز الهند اما كان فكرة بارك لتزين انا كانوا عندي حبات من البندق قسمت الحبه على الزوج وزينت بهم الفوق كما ثاني تقدروا تزينوا بالفاكه الموسميه اللي عندكم اذا مكانش عادي تقدروا تستغنوا عليهم تخليوا بارك هذيك الكيك والطبقة انتع الكريمة هذا هو الشكل النهائي انتع الكيك بعد ما زينناه كما قلت لكم را ما يديش الوقت بزاف في الطياب يعني من 15 دقيقة على 20 دقيقة يكون الطاب لكم والكريمة هذيك ثاني بلا ما تدخلوها الفريجي دا راح تحكم روحها في خمس دقائق برك تحكم روحها وتقدروه وبعد تاكلوه النهائية التقاملون ما نعرف الكيك سيرينناه نعرف الخفORD التقاملون سيقرف الجدس يكون واجد وتقدروا تاكلوه اهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو هذه هي وصفتنا لنهار اليوم انا مبقا ليرا نقول لكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة